السلام عليكم و مرحبا بكم بقناة مطبخ قامر اليوم اجتكم فيديو جديد حضرت لكم الخبيزات محشيين يجو خفاف و الطريقة حمسهلة و المقادير موجودة في كل بيت ينسبوا الشهر القريب انتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو و ادخوا نخليكم على المقادير و الطريقة تحتى بسم الله هنا نحتاج كاس تحليب دافي نصف كاس على زيت مغرفة كبيرة على خميرة على الخبز و نصف مغرفة كبيرة على سكر مغرفة صغيرة على خل الابيض و مغرفة صغيرة على الملح و الفرين على حسب الحاجة نصف كاس تحليب دافي و نضيف الخميرة على الخبز و السكر نضيف من الفق يبدأ يدفع الحال تنقصوا كمية الخميرة و لو كانت زوج مغرفة و لو كانت مغرفة كبيرة و لو كانت مغرفة كبيرة نقصوا منها هذه هي نضيف الزيت و نضيف الملح و خلف الفرينة و نضيف الفرينة و نضيفها تدريجيا و العجينة تكون مغرفة و تلسق و مقصها تكون طريئة نضيف الفار نضيف الفار نخبز نضيف الفار نضيف الفار نضيف الفار نضيف الفار نضيف الفار خير نضيف العجناء نضيف الفار نضيف الحجن يجع نضيف من الطعام نضيف الفار اشتركوا في القناة شعر الجائر يفضل التصوير وكذلك ننفقي مصصف هنا سلسلة نرحل الحشو الحشو وكما تنجمي تنجمو في شهر رمضان دايما فريق جواز كاين ساعة يفترنا كثير من الجاج ولا تفضل الحم لغض منك نستعملوه بوراك نستعملو كما قمت شوفوا لي كيج يعني المرأة دائما لازم تكون عندها الحيلة في في دارة وفي كوزينتا وتعرف كيش تقتصد يعني حاجة شوية ديرها بزيف هادي هي مش كل حاجة لازم بسيف تحضر الحم بسيف يحضر الجاج بسه لا لا لازم نعرف كيفاش نمشي وحنا هذي هي هنكي ماشته وحليت العجينة بالطول وسته سلسطة فيتزا وسته لكل حش وفلوست ووسته فروماش غابي ودوق نغلق هذيك الخبيثة الزوعين هزم نغلقه مليح هكذا يعني الفيديو راه واضح عفوا نغلقه مليح لحبتها نقول لكم انتو ما لاحبيتوا تنسيوهم الصغر على هادو تنجمو نغلقهم هكذا وبعدين نبليها باش ما تنحليش هكذا كما لكم تلاحظوا ونقلبها هادي هي نفدها ونوسيها في السنوة نلازم دايما نرشو شوية فارينة باش ما تلسقناش العاجينة خاطر العاجينة قدكم هشة بزف ونحلها على شكل طولي ومنحلوها رقيقة بزف ونخليوها غشينة نضيف سلسة بزف ونخليوها نضيف سلسة بزف ونخليوه نضيف سلسة بزف ونخليوة نسحبه اي شيء افضل نسحبه اي شيء نستعمل انا نقربها نسحبها في سنة في هذا الشكل كميات الزيت والعكري الحمراء خلطها مليح ونطلع بها الخميزات السعوية لا يحتاج البيض الأول خاصة يمزف لما يأكل البيض هذه الطريقات تناسبهم ونضيفهم ثم نضيفهم ثلاث فتحات ثلاث فتحات ونبدأ من الفوق ثم نضيفهم ثم نضيفهم جنجلان نضيفهم كامل ونضيفهم هذه الخميزات التي تبقى معي ثم نضيفهم فضلك ثم نضيفهم ثم نضيفهم ثم نضيفهم نتمنى ان شاء الله هتجربوهم ولادرتوهم تاكلوهم بالصحة والهنا ونقلكم شاهدكم في الجنة وانتمنى ان شاء الله هاي يعجيكم هاد الفيديو وتحضروا وقع الوصفات اللي راني نقدمها لكم ونحب نشكر كل واحدة اللي تعطي من وقتها وتكتب لي في التعليق خليتكم على خير في فيديو اخر نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته